الكبير الذي ياتي بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخي سيدي صاحب السمو وشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واهتمام ورعاية كريمة هنا لانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة من سيدي سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله راعي هذا المهرجان راعي هذه التحديات راعي هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة بسم الله وعلى بركة الله بدأنا من خلال هذه الانطلاقة بأول أشواط هذا المساء وهو الشوط الخاص بالحول المحليات الأصيل في ظهور هذه النوعيات المميزة في أشواط السرعة والدفح والانطلاق على بركة الله بدانا بأول انطلاق حاملين الأمال بالمنافسات المتميزة التي يشهدها هذا الميدان دائما كعادته بانطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة نبدأ مع البداية ولكن قبل كل هذا نعلن لكل المحبين والمتابعين هنا في انطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة عن مكرمة جديدة من مكارم راعي المكارم سيدي سمو الشيخ حمد أمر محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله راعي هذا المهرجان وأمره الكريم بتخصيص سيارة لأفضل توقيت تم خلال المهرجان التراثي المرموم 2014 في أسبوع الصغار حيث تخصيص سيارة لكل فترة من الفترات الصباحية أو المساية وكذلك رص سيارة لأفضل توقيت في كل هذه الفترات الصباحية والمساية خلال هذا الأسبوع شكرا سيدي براشد وأن أفضلك هذه لهي تاج على رؤوسنا جميعا لما تقدمه لنا من دعم ورعاية واهتمام حفظك الله يا سيدي وأدامك رمزا وعزا ودعما لهذا الوطن المعطاء وأبنائه إذن نبدأ من جديد بشيء جديد بباكورة جديدة هنا أيضا بإبداع جديد وإضافة جديدة إلى هذا الميدان الذي بدأ هنا ينتشي في كل لحظاته وانطلاقاته أسير بالمقدمة أتابع أول المنطلقات وهنا نحن مع افتتاح الشوط الأول وهي افتتاح القائد لهذا الانطلاق والمستفتحة للبداية الأولى هناك افتتاح لهجن الحصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير انتقل للمركز الثاني الطيارة في المركز الثاني لهجن الرئاسة وبقيادة حيسى بن أحمد بن مايد الخيلي بارح المضمرين انتقل للمركز الثالث متابعا ثالث المراكز بين ونح المركز الثالث لهجن الرئاسة وهناك أيضا حلي بن جميل الوهيب الذي يقود الوثبة في المركز الثالث بينما المركز الرابع هنا مواصلين الشايبة في المركز الرابع نسموه شخص سلطان بن زايد النحيان وبقيادة احمد بن خلبان بالصائق المزروحي انتقل للمركز الخامس في متابع اخرى لهذه الانطلاقات من خلال مسار البداية وهناك الشاهينية وروعة روعة هي روعة على المركز الخامس لهجن الرئاسة وبقيادة الباء احمد بن مطار بن مايد الخيلي في هذا التحدي هنا على المركز السادس مواصلين التحديات والشايبة تاتي على المركز السادس في هذه اللحظات لهجن الرئاسة وبقيادة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي بينما المركز السابع وصل المستحيل وصلت الشاهينية لهجن الرئاسة وبقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي ينطلق هنا في سابع المراكز المركز الثامن مواصلين التحدي والانطلاقات وهي التحديات القادمة للسيلية في هذه اللحظة لهجن الشيحانية وبقيادة سلطان بن محمد الوهي بحملاق المضمرين بينما المركز التاسع نتابع المركز التاسع سبو شيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم هناك وبقيادة سعيد بن عبيد بن مرشد في هذه الانطلاق وصلنا الى منتصف المسافة والكل هنا يبدأ في هذه اللحظة يعلن افتتاح هذا السن سن الكبار حيث يوم الغد نحيش في رموز الكبار ننطلق في رموز سوف يتابعها التاريخ ويشهد لها ارضية هذا الميدان كما شهدها في السنوات الماضية ابحث عن افتتاح اين افتتاح افتتحت الصدارة المركز الاول هنا التحدي وهنا المسار الله 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 يافتتاح الله العاصفة بدأنا باسم على مسمى هي الافتتاح هي من استفتحت البداية الاولى في هذا المكان وفي هذا التحدي هناك تعود بالذاكرة الى العام الماضي ايضا من خلال افتتاحها لهذا الشوطي بالذات 2013 شهد نفس المشهد نفس المنظر من خلال المتابعة الاولى في هذه اللحظة وهنا نتابع افتتاح مع الواثق حمد بن راشد بن اغدير الواثق من افتتاح واعلانها انها المفتتحة الاولى في هذا الانطلاق المركز الثاني روعة المركز الثاني في هذا المسار لهجن الرئاسة وبقيادة رجل الامتار الاخيرة احمد بن مطر بن مايد اهل اخيي لي السلام عليك روعة وانتي روعة في الاداء والتحدي والشاينية وصلت في هذه اللحظة تقود المقدمة وتقود مسار البداية كما تابعناها الله 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 هي التحديات من وجود الشاينية لهجن الرئاسة وبقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري المركز الرابع الوثبع للمركز الرابع لهجن الرئاسة وحلي بن ايميل الوهيب الذي يقودها بينما المركز الخامس منتابعة المركز الخامس نحيش في لحظات الحزرة في المركز الخامس لهجن الرئاسة وحيسى بن احمد بن مايد اخيي لي في تضميرها بينما المركز السادس وصلت هناك هوائل لهجنة الشيحانية سلطان بن محمد الوهيبي الله 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 بدأنا والبداية هنا من خلال هذا المسار من خلال هذه اللحظات التي نتابعها الله وصلنا إلى النهاية وصلنا إلى نقطة الصفر في كل الانطلاقات هنا هي الألف ومئتين التي تحمل المقدمة وتحمل أيضا صدارة هذا الشوط الأولى هي افتتاح في المقدمة والانطلاق وفي المسار الله 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 نتابع لحظة الانطلاق الأول في هذه اللحظة هناك كيف نتابع كما نتابع هناك في المقدمة وفي الانطلاق وفي الإثارة التي نتابعها في هذه اللحظات هيا افتتاح خاتمة الإثارة خاتمة النهاية بالفعل تجدد العهد 2014 كما كان في 2013 أول ناموس هنا يسجل مع الواثق يسجل بثقته الكبيرة في هذه الإثارة وفي هذا التحدي وفي هذا المسار الله 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 هيا بالبداية هيا التي تعلن هذه الانطلاقة النهاية تحمل هنا البداية الأولى ما شاء الله وتبارك الله افتتاح المركز الأول هنا نجدد أيضا التهنية نجدد التهنية دائما وابدا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدابر محمد بن راشد المقدوم تهانين الواثق حمد بن راشد بن حمد بن اغدير لا مجال لا منازع هنا انفراد تام بالمقدمة والصدارة الله وهي اسما على مسمى شكرا واثق المضمرين بالفعل افتتاح تعلن افتتاح هذه الاشواط في هذا المساء ستة عشرة شوطا سوف تكون حاضرة وافتتاح هي اول الحابرات لأول رحلة من رحلاتنا في هذا المساء الجميل تهانينة والناموس الهجن الحاصبة وشكرا حمد بن راشد بن اغدير في هذا الاداء الجميل والمؤكد قوة هذه الهجن وتميزها المركز الثاني الشايني في المركز الثاني لهجن رئاسة مع راشد محمد بسم المنصوري والمركز الثاني فروع ايضا لهجن رئاسة هويل في المركز الرابح لهجن الشيحانية والمركز الخامس الوثب الهجن الرئاسة اذا هذه الانطلاق وهذه التحديات وهذا المسار ما شاء الله وتبارك الله اذا نواصل التحدي والاثارة وتحدي هذا الشوط الذي بدأ بقوة هنا يسير في هذه اللحظات نعود مع التوقيت الزمني هناك اذا نعود مع التوقيت الزمني كما كانت البداية الأولى في هذه اللحظات التي يشهدها هذا الميدان وتشهدها هذه الانطلاق مبكرا ما شاء الله اذا كان هذا هو مسار الشوط وهذه لحظات النهاية وهنا افتتاح تصل في المركز الاول تهانينة والنموس لهجن الحاصفة تهانينة الحمد بن راشد بن غدير هي تسع دقائق ثمان ثواني اربعا من لجزة من الثانية تهانينة والنموس بسم الله الرحمن الرحيم يوالحفل الكريم مشاهدين الاعزاء مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم نتواصل مع هذه الاشواط مع حضراتكم وانطلاق اشواط سن الذلل والزمول وهي ما يسمى بالطفح اشتركوا في القناة